قالت لي يا دكتور محمد بقى رحت وكلة فسيق وبصل وسردين والله ده اللي حصل أنا بحلب بالله طب مش تعزمنا يا دكتور بجني رقمها قلت لها ها وبعدين قالت لي اسمع بقى قمت بالليل لقيت تساكسير جسم تاني وارتفاع درجة حرار قلت له طب وبعدين تاني يوم لقيت نفسي كويس قلت له حصل ايه تبتتعب بالليل وتسحل شبك كويس والله ده اللي حصل أنا بحلفلك بالله قلت له وبعدين قالت لي رحت بقى قلت له ايه كلت تاني سردين وبصل قلت لأ قلت بط ومعشي والله ده اللي حصل قلت له ها وبعدين قلت له بالليل قلت لي تعبت بقى جامد دي تبقى كورونا افتكرت الدكتور مباروك عطيها وكان بيقول لها ده بالتمييز يا بيت ده كورونا وكورونا وكورونا يعني مين اللي جالك وقالك كلام ده وقال لي خليك التعب كده وتاكلي ما هو الأكل الغير صحي أو يعني ما الواحد يبقى التعبان بيأكل أكلات خفيفة دايما شربت قدار بالضبط كده شربت قدار وارتاح وكلام ده أكل فواكه برطوان إنما دي تاكل ده طبعا تقول لي كورونا وانا مش كورونا طبعا كان ارتفاع ده اتحرع اكتر من يوم عم تلع عشان مخطايا وطلع طبعا التهاب دي أو كورونا وكلام ده وخاية العلاق فانا قصدي انه يا جماعة لما قول راحة يعني راحة وانحسن في أكلنا يعني المريض بس هي طبعا ما فقدتش حسة الشم والتزوج نيجي بقى الحتة دي برضو مريضة ثانية جاتني بكل الأعراض بتاعة كورونا وجاية قدام ولادها وطبعا قاعدة معاهم ولا في أي مشكلة وجاية تقول لي بقى أنا جاني ارتفاع دهجة الحرارة وتكسير في الجسم وبنهج وكحة طول الليل ما بنامش بس يا دكتور دي مش كورونا قلت لها أيوة أمه لإيه سعدتك قالت لي عشان أنا حسة الشم جامدة جدا وما حصلش حاجة أكيد دي مش كورونا وأنا بقول لهم كلهم ولادي وكل اللي سمعيني تلافعا عندك حاجة روح أميل أشع مقطعي طبعا طلعت التهاب رقوي كورونا يعني هي بتسمع أنه فقد حسة الشم فقد حسة الشم من ضمن الأعراض لكن ممكن ما تبقى شيء موودة أصلا طب فيه أعراض تانية يا دكتور ما سمعناش عنها بلكده يعني استحدثت في الأسبوعين اللي إحنا فيهم هو بصي أقولك أنا حاجة أي أعراض نحن بنقول أن الفيروس ده بيحب الجهاز التنفسي أكتر يعني فوق 80% بيصيب الجهاز التنفسي عشان كده في بعض الأحوال أو بيحصل إسهال وممكن ترجيع ممكن التهابات ممكن تيجي في الجهاز الهضمي إنما الأساس الجهاز التنفسي دايما الفيروسات بيبقى لها عارفة زي الكوت كده بتحبه يعني مثلا فيروس مثلا بتاع البوليو أو الشاي الأطفال بيحب الخلايا العصبية يسيب كل الخلايا اللي في الجسد ويروح للخلايا العصبية ويعمل شها الأطفال شوف يعني من زمان يعني أعبنا قد إيه لغاية ما عمل التطعيم والحمد لله بس إحنا سمعنا عن فيروس كورونا اللي بيسيب الجهاز الهضمي فقط ومالوش دعوة خالص بالجهاز الرئة يعني ممكن لتنم مع بعض لكن مستحيل يبقى هضمي فقط من غير الرئة لا ممكن ممكن واحد يجي يقولي أنا سكنت وجالي إسهال وخلاص وخدت أنت أي حاجة ضد الإسهال وبقت كويس وممكن واحد يقول كده وبعد كده بقى كحة والارتفاع درجة حرارة وهكذا يعني ما يسلمش اللي بيجيله في الجهاز الهضمي يقول خلاص يبقى أنا كده الرئة بتاعتي زي فل مش شرط ممكن يخدت مع بعض عادي جدا من الأخبار الجديدة في خلال الأشبوعة اللي فات دوت إن قالوا إن جهاز الاستنشاق اللي هو بتاع مرضى الربو أو مرضى الانسداد الرئوي المزمن هو وسيلة كويسة للوقاية من كورونا وفي البعض بعد كده قال لا هي لتقليل حدة الكورونا